موسيقى الله عزيز الله على بي مكلمة فاش مخلوق عربي كمين موسيقى 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 هو حزي باخوكي خياني جاي حيلان بالوقت مامي انا بصراحة كده مش متعودة انك تخبي علي حاجة خالص انا بقى مش هسألك انت ازاي عرفت ان انا مخبي عليك لحاجة بس عزيزك يتبقى متأكدا اني مادام خبيت عليك انت بالزاد يبقى اكيد ضف مصلحتك مامي وحضرتك ناسي ان انا كنت سير باب يالله يرحمه الله يرحمه مامي بس كمال ما تقدريش تنكرى انك اتفاجئتي بحاجات ما كنتش تعرفيها عني حبابتي في حاجات ماينفعش الناس تعرفها عني صح مامي عندك حق بس انا هحتاج مساعدتك في حاجة الفترة اللي جاي ان شاء الله يا مامي اكيد اه يا مامي حضرتك طلبتيني؟ عزك تجيبلي عز عز؟ وفي اسرع وقت ليه يا مامي خير؟ هو عمل حاجة؟ لا لا خالص انا بس عايزة وبكلمه بقالي ومين تليفونه مقفول ايه بس انا معرفش مكانه فين دور علي المهم تجبهولي في اسرع وقت لقتيني لا حبيبي ما تقلقش انا بس عايزة المهم انك تعمل انا قلتلك علي تيت اموري دي كل الاسامي ايوة كلها اسليم ده ايه؟ ده انا ما خلتش ولا خن واحد في البلد إلا واتقصت فيه ده مش كده وبس ده انا كمان زرعت عيون سبيانة وحبيبنا في كل حتة عشان يشمشمولنا على اي تاجر صغير بنكلة بيكون بتاجر في السلاح المنوح طب حس كده بقى انا عايزك في الفترة اللي جاية دي تخلي بالك من حركة بيع السلاح في السوق التحتاني يعني اتبلغني بأي بضعة جديدة بأي حد جديد يدخل القار بتأمن يا اسليم بيه؟ بالسلام يا مهدي يعني ايت بيع نص الكباري بتبقى لنت نوجا مش كل شوية نبدل نحرق في الموضوع ده قلتلك محتاج فلوس وبعدين عندي حيات كتير اهم انا مش معرفة اللي انت بتقولوا طب سيبك من اللي انا بقولوا هي الاعلانات اللي انت افزا عندك في القناة دي بيتدفع فيها فلوس كتير؟ طب طب وإن لي خلي المعلمين دول يدفعوا فلوس دي كلها؟ بيبيعوا ايه؟ أدوي التخصيص كريمات تطلعوا الشعب حجوب مش عارف بتاعت ايه؟ حاجات زي كده؟ نصبين يعني واحنا من احنا شغلتنا نعلن لهم اللي هما عاوزينه هما بقى بيتحملوا مسئولية اللي بيبعوا وبعدين هما مش نصبين على فكرة على الاقل عندهم حاجة بيبعوا في ناس دانية بتبيع الهوى وقصاده ست اسفار وبعدين انت علم دايقك يا أخي مش كل زي كبير من المكاسب دي هيدخل جيبك؟ يا حبيبتي دي نقرة ودي نقرة انا بتطمن عالناس لا بتطمن عالناس الناس زيرفة طب ايه؟ السامي بتاعك ده قلت علي مواعيده مظبوطة سامي دايما المواعيده مظبوطة فاضي؟ حتى لو مش فاضي أفضلك يا قلبي سامي عايز سألك سؤال خير العب معي الأول ما أنا أقولك نلعب اختار ايه؟ اختار رودي حبيبتي اللي قولي يا بابو هيا ليه البنت ما بتقوشش في القدشينة؟ عشان الولد هو اللي بيقوش؟ اختار رودي وولا والله بابو ما فيهش غير بنت ايه يبقى بنت؟ وولا وانا عايز أبقى في القدشينة بتاعتك اعمل ايه؟ ما تعمليش حاجة بتقولي هو بس قديني بقول وانا حقول للناس كلها بالبنت هاقش كل حاجة حمد الله على السلام يا رودي أنا بقى لي 24 سنة شغال في المجال ده واشتغلت في أسبانيا وفي إيطاليا وفي أوبروس واليونان أما في مصر بقى فخدتها من شر من طابل للغرداء قابلت مالك كتير قوي وتعرفت على كل أنواع البشر وأعرف دماغها أعرف يا سامير بيه أنا أعرف الزبون هو داخل ما أحفظته فيها كام ومي الصنط اللي يجيبه؟ طب ما تأخذنيش يعني بس بعد اللف اللي انت لفيته ده كله أكيد عملتلك قرشين حلوية ليه ما أخذتش المكان الخاص بيه مم شوف يا سامير بيه ربنا سبحانه وتعالى خلق كل إنسان يعرف يعمل حاجة واحدة بس وبشاطر فيه أنا أعرف أدور معرفش بقى صاحب مكان والدستر الاسم اللي انت عملته يسي يسي يا نوجة كله كان على إيدك يا حبيبي أنا شايفة أنتوا هتعملوا شغلة حلوة قوي مع بعض أنا كسامير متفائل وإن شاء الله هنغزل عالم تاني على فكرة فنان أنا سمعت أغنتك وعجبتني أول بجد والله طب إيه أكتر حاجة عجبتك فيها إنها ما بتقولش أي حاجة خاص نعم شوف يا سامير بيه هو أنت لما تكون متضايق ينفع تسمع حاجة تشتل تفتيرك؟ لأ طب هو لما تكون مبسوط ومزاجك عالي لعال ينفع تسمع حاجة تسعيل فيها دماغك؟ لأ آه دي أكتر حاجة عجبتك في فغنيتك إنك ممكن تسمعها وأنت متضايق وممكن تسمعها وأنت مبسوط وفي الحالتين مش هتطلع بأي حاجة خاصة أنا شخصية إنما عوز أفضي دماغي لأسمعها أنا بقى أتبسط ولا أدى؟ يعني حلو أو لوحش عجبتك؟ حلو حلو قوي أنا أنا مسرحة وفو متلان دا الحقيقة طب الحق ومتفاق ومتفاقل متفاقل قوي يا دي أنا كل ما أديك حمص بتبكل إيه؟ ما أنا فضت بأكل وأنا صغير خط خط أوا هتقول لأمك إن أديتك حاجة أوا هتقول لها حاجة أه؟ يا خيبت عاجلك يا فارس بتعمل إيه في الوات؟ كنت بالعب معاه خد يا وات دردر في ديت وعد تكون وكلت الوات حمص عارفات مخبل وتعملها اللي بتقول إيه دي يا عايشة عاكت العيل صغير حمص؟ ليه؟ ما عنديش جل؟ ده جل لأنا عايز حمص جلته لأنت لسه صغير عارف أنا هطلع ابني صالح ده غير عيالي البلد تمن المهم تبعاديه عن العطارين ومرارهم هيبعد هيبعد إن شاء الله ويطلع زي عم صالح عم صالح؟ عم صالح راخر رجله جد في الخيل الله أرحمك يا صالح يا أخي طلط العمر ليه؟ أنا هشيله في عناي هخليه بععد خالص وأول ما يفتح حنيه هاخده وهج هجي؟ تتقبلت ولا إيه عايشة؟ هجي على فيه؟ خايف عليه جوي من أمي يا فارس خايف خايفة لا تغويه وتدخلوا في بلويها أمي لو تطول تخلص عليها هتخلص علي انت عارف؟ فيش حد في الدنيا بيدور علي ويقول لي يما غيره وديك شايف العطارين كل واحد فيهم مشي في وادي أنا موت نفسي لو صالح جراله حاجة أموت نفسي هتشرق عليك يا عايشة هتقول ليش كبير والخوف كله جاي من أمك أمك لو شافت صالح الوحدة هتاكله بتخوفني ليه يا فارس حرام عليك ايه؟ أنا بيزر معاكي كل الله صالح يا فارس كل الله صالح ومقاله صالح بس يا عايشة أنا مقلتش حاجة ما تقلقيش ما حدش يقدر يدصله على طرف طول ما أنا موجود جنبك ما تقلقيش يا عايشة ربنا يسطر السلاح للحرامية والبرتقية ما فيوش خير قابل كان دي آخر كلامه عندك عم ذكري معا سلام يا حبيب ماشي عم ذكري يلا يا أخوي جارع محمول تربيتك عم ذكري الجرايض هاي ايه 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 دي؟ العدس ايه 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 دي محمول دي لعبة تنس عالمية دايق راجع اه شبه رجالة صدق عشان الله العدس صدق ايه ما تجيبش الرجال بس اه طيب ماشي عم ذكري انا حاجبلك الاقوة عم ذكري يريد الملف ده في اسماء كل التجار اللي سقوا العواء وخرجوا برطانا عايزهم يرجاعوا العقلهم عايزك تخليهم عبرة للسوق كلهم عشان كله يتطعز اعتبروا حصل بالهزن اه 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 حاجززين اه بحاجة ذكر الان الجار ده كان صاحب والدك الروح بالروح أه كان بيصد فيه جداً بيساشيره بكل حاجة بس أنا مش فكرا عم مش حياتك أنت مش هتفتكرو بسوء يعرفك يا ما شالك وانت صغير يا ما أكلك السندوق تشد يديه إذا كان كده بقى يبقى سيبلي الطالع دي أنا أخش كده أشوف لو هيعرفني أو لا ماشي حزيني مؤلف أغاني بياني كل ميل مساء الخير سنورو أنا جاي لحبرتك مخصوصة رجل طب مش تقول لي تفضل طيب طب يا يا سيد حبرتك مش فكرني طبعا أنا ما بفتكرش إلا حبابي وزبيني وأنت مش من لتين أنا حزم العطار ها؟ حزم زين العطار لا أهلا أهلا ومسرعة تعال بحب جاري بالخطوة السريعة تعال أهلا أهلا يا حازم يا أبني أهلا يا غاني يا غاني أهلا يا سهلا حازم زين العطار يا أهلا يا أهلا يا اهلا كنت مع بعضك أول مبارح لسه بنسميت تخيل ايه الهدلة الجميلة لي والله رجعتوني الورع تلاتين سنة تلاتين سنة ايه اه انت عايزنا من باعتبارنا في السن ولا ايه طب لايش يا سيني تسعة واشين كويس اهلا وسهلا اهلا الله انا فرحان بكم اوي 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 محمود امر يا حج محمود عاش خاطر بعت الوان محمد على القهو يجيب احلى حجانسة على اليوم حاضر يا حج منورين يا بهوات يا اهلا وسهلا انا مش عارف ليه متوغوش متجدع اللي اسمه صيف العزازي ده قلبي مش مسريح له عندك حج يا اخوي بس كمان مش معجول هتفضل على طول كده مجابيها تفكر في مشاكلك مع الناس وناس مشكلتك وما بتحلهاش لا مش وقت الغاز دلوقت يا زينم قصدك تقدي ايه ايه الغاز ايه عب حميد قصد يقولك ان انت لازم كده تفكر يبقى لك عزوة يبقى لك عيلة عبد الحميد العطار ولا احنا هنجد عمرنا كله نتكلم على زين وعياله ما كفيان يا باجا كفيان طب نعمل ايه يعني شفايا هتجوزك من البالة تجوزين؟ ايوه ما ليه ايوه بس تجوزيني مين؟ البت ايمان ايمان؟ ايوه ايوه بس يعني ايمان دي مش صغير علي شوية يا زينم ما انت كمان صغار وزي الجمر وطول بعرض عب حميد به العطار هي الطول وبني وبينك البت دي حلت ابوها كل حاجة تبقى بتاعتك وعيلتهم تاني اكبر عيلة بعد عيلتنا لو عرفت تطويم تحت باطك وجناحك يبقى انت ملكة الكفر دا كله تحت باطك ما هي كلامك معقول ايوه يا زينم بس يعني انا مش عايز نبدل وقفين كلا انا اتفرج لغاية ما نبقى برا اللعبة انا عايز المخزن تبقى تحت عينينا لغاية ما نشوف هنعمل ايه ما تجلكش عب حميد ندرن علي يا اخوي لفضل اكبر لحد مبجى كبيرة العطارين واعمل كد اللي عمله زين العطار ميت مرة واعتشوف هو نفس المصنع بتاع الزمان يا شاحتة هو بعينه لا في الحياة لي بقى التطمر يا حازم يا ابني غالي قلتها برخيص من عندي قبل عندي طب الموضوع دا حيحتاج وقت ولا لا وقت ايه هو الطعم اللي كان شغال في المصنع دا كله كان من عندنا من الحرق القديمة وصحيح كلهم مش موجودين دلوقتي بس المهمة الرأس الكبيرة بتاعتهم فاكروا يا شاحتة مع قولة؟ الوسطة طنطوي؟ هو بعين الوسطة طنطوي شوف يا حازم يا ابني لو الوسطة طنطوي اعتبر ان الموضوع بتاعك خلص يبقى على خيرت الله انا هشوف موضوع السيانة والترميمات دا واجه هشوف حضرتك بعدك دا ممكن نعمل ايه؟ يا ابني تشرفلي في اي وقت بس انت ايه انت المهمات اللي بتعملها بالظبط؟ انا بشوف مكتب هنداسي او مكتب مأولات يمسك لي الشغلان دي خلصة يعني تبقى دي كمان عندي عندك حد يعمل الشغل دا؟ طبعا شامس مهندسة شامس بنتي لا دا احنا لو وعدنا خمس داقي كمان هنطلع بالطلباء الاولانية اعتبر الموضوع بتاعك احد بذكري نستأذن احنا وانا مش عاوسك بتحمره اي اهم الشغل الو ايه يا حيزم الحق مالك ايندا فيه ايه؟ المرة دي بالذاتي حصل انا بترجاك انك توعده ولمشيش ياد دي منطقة فتر واحد عارف عارف اللي مخليه باليس في البلاد اللي عليك وبرجليه ربنا يوفاك ويجمعك بكل مضاع بنا ربنا رايح ملك حسن ويجمعك بمك ورح اهلا 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 يا زومة عامل اي يا حبيبي؟ نورت بتخوك يا ابو ناسم فين اختي؟ مين فيهم؟ سلمة ولا ياسمين؟ انت عرف انا بتكلم عن مين كويس قوي؟ فين نادا اختي يا مروان؟ هي يا نادا طلعت اختك؟ طب مش تقول لي عشان نحتفل بالمناسبة السعيدة دي نادا اختي وفي حمايتي وانا جاي اخدها نادا كلمتك اه كلمت اه مهمتها مكلمتك يبع عندك حق انك تيجي الحق هنا محمود وفي وقت زي ده وتزعى في بيتي بس على فكرة ما يدكش الحق خالص انك تفتكر انها ممكن تيجي تاخد مراتي من بيتي وتمشي بص احي يا زومة انا مقدر ظروفك جدا على فكرة بس انا معرفش ابوك اذا كان علمك الاصول قبل ما يموت ولا لا ولا هو ما علم عليكش انا اعلم عليك سيري تابو يا الله يرحمه ما تجيش على لسينك واللي عندك دي قلتلك تبقى اختي انت وردوا هتقول لي اختي كبرت يا حازم كبرت وانا فخور بيك جدا بس هو انت متعلمش انا خالص من فارس نا ده اختي لو ما جاتش دلوقتي اتطار مش حيبقى ما بينك وما بين فارس حيبقى ما بين عيلة العطارين كلهم يا ابن انا بخاف بس انا عشان اصيل انا دلك اختك يا نادا اخوك يجي يا الله يا نادا هتروحي معايا ده والله هو انا يا عم حازم هتجي تاخد مراتي من بيتي وتمشي فين الاصول اللي انت عارفها طب خلينا نتعامل زي ولد الاصول ده اعتبرها زي علينا راجع بيت اهلها يومين بعدين ابقى تعالى وتكلم معين ده بدل ما تقولها اسمعي كلام جوزك حبيبك شرفت يا ابو ناسب بس المرة الجاية انا مش هتعمل معك خالص رجالتي هي اللي هتتعمل معك انك ساية هتقى بتتعدى على حرمة بيتي وجاية تاخد مراتي مني انا مش حمشي من غير مدى امشي يا حزم امشي من جيش هنا تانى لاذا انا اخبت انا كويسة انا مروان بس تخنقنا شوية وهنتصلح حيدي ارجوك امشي يا حزم اسمعك المخدقة ماشي يا مروان انا همشي بس هرجع واخدها منك ورحمة ابوك اللي تسلملي على فارس بس كانت بس حلوش ا Longshlag بس أنت بس حدوء وانت بالأنة مرة بس حدوء جلسة ونیتي وانت فكران اجهة باليدارة يقدار كيما بالمن أنا مش عامل لك هذا المردي عشان تتلاتي عالا سنمرك يا مش عارف أنا ممكن عمل فيك إيه أولتي عارفة كويس أوي أنا ممكن عمله صح بلوها ونبي أيضا أنت كفاية مسلوق ونبي كفاية كيف بنت لازم تتقوتي كويس عشان تتردلك عافيتك واللي ببطنك دا يتغزة ماشي بس عشان خطري كفاية النهاردة فاية لو مكنتش تحافظي على دناك يهو ببطنك وتبقى احنين عليك وعمره ما هيبقى احنين عليك لما يكبر سكن ما كنتش عارفة حافظة بياحية نفسه بتكري عارفة حافظة على حاجة تانية لما كانت غالية عشان أنت خيبة يحي على قد ما يباني أنه هو ناشف وقوي بس قلبه أبيض هو أقل لكلمة حلوة ممكن تلييني دماغ وتغذي منه اللي أنت عايزة مشكلة أن أنا عارفة كل الكلام دا بس قد هبقى فعل أنه أنا زي ما أنت قلت خيبة مش بقولك خيبة هو يعني إيه خيبة كمان ما أنت لو كنت عارفتها كنت فهمتها كولي كولي لا 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 خلص والله ما هيزارة لا أبو أقولك إيه كولي وأنا هفهمك لا لا ما مشهر كولي أحقولك معناها إيه وفاهيك ما هيزارة في حاجة هو حضرتك بتحبيني بس لما ليش يعني أنا شايفكي مهتمية باية زي أن أكون بنتك أنا عارفة أنك ما بتحبنيش في الأول ما كنتش عرفك كويس وما كنتش بحبك بس أنا زي أي أمي بتغيري على ابنها وبابا عايز أهبش أي حد ممكن ياخده مني بس أنت طيبة وقلبانة ومنكسرة زي حالاتي أنا أسفق جد على طريقتي معك قبل كده بس أنا من بعد موت بابا الله يرحمه وإنا كنت خايفة قوي ومتلغبطة بحاول بان قوية ممكن تسمحيني؟ هسمحك بس أقولي لياما ياما؟ طب يعني خليها يا ماما ماشي خليها يا ماما ما رح نمشي منك قولي بقى بطري مرقعة لا يلا أنا خلصت شغلي وراجع مش عايزة أي حاجة؟ آه عادي على السوبر ماركت يا طارق وهدلينا ثروات الأسبوع وهد فينو علشان جريم ماشي حاجة تانية؟ آه وطارق ونبي هدري موت للتلفزيون بقالي شهر بتفرج على نفس القناة علشان مش قادرة أقوم أقلب وتكسلي ليه؟ ما تتحرك شوية علال ليه يعني تعمل شوية رياضة؟ مكفاية الرياضة اللي أنا بعملها تقولي وانا بجري ورا ابنك وبالم وراه ربنا يخلهن احنا ملناش غيره أخد بالك لو افتكرت أي حاجة عايزاها ابعتي لرسالة أنا لو جيد مش هنزل تاني مفهوم؟ حاضر حاضر والله حفصت يا سياد الزابط حاضر حفصت اللايحة وتعلمتها طيب مع السلامة مع السلامة حميبي تيجي بالسلامة حازم ازايك؟ الحمد لله يا رودي دي اول مرة تكلمني تقريباً خير في حاجة؟ بص يا رودي أنا عايزك تطمنيني على نادا لأن أنا قلقان عليها جداً ليه يعني أنا بس دات اللي أعمل كده؟ بس حاضر بص يا رودي أنت صاحبتها بقالك فترة ومعتقدش أن مران حيمانع أن أنت تتكلميها أو أن أنت تزوريها آه ومشاكلهم كده متخنقين حاضر هيكلمها وأقول ياريت لما توصلي لحاجة تعرفيني بفكر في حاجة كده وعايزك تساعديني فيها حاضر تماما باي باي مران 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 بس بين يا مران كفاية بقى يا مران هو إيه اللي كفاية؟ كفاية ضرب وشتيمة مقلة قيمة كفاية عياط أنا نفسي بطل عياط يا مران ايه بس انا بحبك فيش حد بيحب حد بيأذيب المنظر ده من ساعة ما دخلت بيتك وانت بتعملش حاجة غير ان انت بتأذيبني انا مش فاهم اللي تغير كل ده عشان خاطر الكلب اللي اسمه عز مش اقولي بيعاكس مراتي ما عاكسنيش هو كل اللي عمل انه هو نزل يعتذلي على اللي عمله معاه فانت بقى اخدته وحبزته في الجراج ومتعذبه ما فيش حد بيعمل كده ممكن اقتل اي حد يفكر يقرب منك وانا عبقتش طيقة بص في وشك سبني يا مروام لو عندك كرامة طلقني يا مروام انت بيت سبيلي لو انت مش عيبك سبيلي انا مش عارف فيش بي غيرك خلوس 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 انا معاك خلوس انا الله الحزين انا معاك كويس انا معاك كويس خلوس 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 اي مش عارف فيش بي تاني ات دريفو دريفو سوطان انا ات دريفو انا شك نائك انا اضيابه سبيلي انا اي بي انا تبقى انا انا اصبي أنت برضو اللي قلت له من الإهامة دهب إيه؟ إيه اللي قدلت صالح؟ الله يرحمه كل ده بتقول له ليه عادي؟ ساعتك كنت الزبط بشور شولي وبعدين انت بترمي على أسد بيه؟ لا يا أبنى هو لا حاجة الساعة العطارين دول كتر قوي ما فيش حاجة بتحوق فيه يوم ولو بينهم مصانع الحندات ووقت اللزوم بتلقيهم من سند وظهر البعض ويختفوا قريباً من السؤال بشي على عيد ان شاء الله بس انت أقول أمين أمين يوزف انت مخلص لين؟ أكيد يا سنبي تأكد؟ طبعا يعني لو اتلك تيتل عشان يعني